الساعة تجاوزت العاشرة ليلا نحن في شوارع العاصمة نبحث عن إجراء مكالمة هاتفية من كشك متعدد الخدمات أو هاتف عمومي ليس هذا حنينا إلى الماضي ولكن لظرف استعجالي وجد طارئ غير أن تحقيق هذا المطلب أمر شبه مستحيل هو بطبيعة الحال تاكسيفون مرحلة من الاتصال قديمة وحنا اليوم ملينا في عصر السرعة صحيح أن تكنولوجيا الهاتف النقال اكتسحت الجزائر بطريقة مذهلة وفي ظرف جد قياسي غير أن هذه الخدمة عجلت بالقضاء على أكشاك خدمة الهاتف أو كما يعرفها الناس باسم التاكسيفون خرج التاكسيفون إذنه مضطر سواء كانت الجينيتين عنده مكملوا سواء كانوا في منطقة ما فيها اشتصال سواء كانوا في منزل عنده تليفون تاعه كيمال حالة تاعي داروك شرجة الطاقة كاملت له تالية هي هو من الأسلم ومن الأحواط أنه دائما نبقوا على وسائل إن كانت هذه الخدمة قد قضت على الأكشاك الخاصة التي جعل منها أصحابها في وقت معين وسيلة للربح والكسب فماذا عن الخدمة العمومية التي هي من مهام الدولة والتي يجب أن تضمنها كما تضمن النقل ومختلف الخدمات الأخرى غير أن أي شخص مضطر أو في حاجة سيصعب عليه إيجاد هاتف عمومي الذي تطور وكثر استعماله بشكل رهيب في البلدان الأوروبية رغم إطلاق خدمة الجيل الرابعة